اهلا بكم في هذه التخطية الخاصة حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الدفاع الهندي وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي وسفير الهند بالقاهرة وايضا وكيل اول وزارة الدفاع الهندية وسكرتير خاص وزير الدفاع الهندي وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة ابو مهورية بان الرئيس طلب نقل تحياته الى رئيس الوزراء الهندي مشيرا الى اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوسيقى التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون السنائية خاصة العسكرية والدفاعية وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع امكانيتهما في كافة المجالات ومن جانبنا الوزير الدفاع الهندي الى الرئيس تحيات رئيسه بوزراء الهندي معربا عن تأدير بلاده لما تشهد العلاقات المصرية الهندية من تناومي وازدهار مؤكدا اهتمام الهند بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسب في مكافحة وقار خطر الارهاب والامر الذي ألقى بظلال الامن والاستقرار في مصر وعلى الامن الاقليمي بأسرق وفي هذا الصياب بتتطلع الهند لتبادل الخبرات وترسيخ الجانب العسكري والامني في اطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شاهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والامني بين البلدين خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الميكانيات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات أيضا بكده نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية بشكركم شكرا جزيلا عن المتابعة وانتظرونا في تغطيئات أخرى على مدار اليوم كنت معاكم بنا يحيان